أما عن تاريخ الاستشراق ونشأته فإننا نجده كحركة منظمة ترجع نشأته إلى القرن الثامن عشر الميلادي وكأسلوب مواجهة فرضية للإسلام ترجع البداياته الأولى إلى القرن الأول الهجري وذلك بقيام تلك الحركات والبواكير الأولى لحركة الاستشراق عندما استرعى الإسلام انتباه أعدائه منذ ظهوره فحاولوا الوقوف أمامه بكل ما يستطيعون ولا أدل على ذلك من أن يحنى الدمشقي قد درس الإسلام وكتب كتابا في المجادلة بين المسلم والنصراني ثم ظهر من بعده القديس كراس الذي عني بالقرآن بل ترجم بعض آياته كما ظهر بيتر فيل في القرن الحادي عشر وقد ترجم القرآن الكريم كاملا وهكذا مع الحروب الصليبية نهب النصارى المكتبات الإسلامية ونقلوها إلى الغرب وحينما فشلت الحروب اتجهت أنظار الاستعمار الغربي إلى حركة الاستشراق بل قاموا بتشكيل الجمعيات التي تعمل على هذا الأمر وقد تشكلت أول جمعية علمية للاستشراق في باريس سنة 1922 ثم تشكلت من بعدها الجمعية الملكية في بريطانيا وإيرلندا سنة 1923 وهكذا بدأ المسشرقون ينظمون المؤتمرات الدولية بهدف التنسيق بين جهودهم وتوثيق أواصل التعاون بينهم وتشكلت كذلك جمعية المسشرقين تحت رعاية رابطة تحرير الشرق أسسوها عام 1920 ترجمة نانسي قنقر